في إطار جهد الدولة والمشروعات القومية التي ساهمت في صلابة الاقتصاد المصري أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري عند نسبة 5.9% في عام 2022 وفي سياق متصل أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات إشهادات دولية بصلابة الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجهها أكبر اقتصادية العالم إشهادات جنتها مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تبنته خلال الفترة الماضية وجهود التنمية على مختلف المحاول والأصعدة آخر تلك الإشهادات والتوقعات الإيجابية جاءت على لسان صندوق النقد الدولي الذي أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة خمسة وتسعة من عشر بالمئة في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من ثلاثة وستة من عشر بالمئة إلى ثلاثة واثنين من عشر بالمئة الصندوق توقع في تحديث شهر يوليو لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام الفين وثلاثة وعشرين نموا بنسبة أربعة وثمانية من عشر بالمئة وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفدوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات حيث يواصل الميزان التجاري تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية وخلال استعراضه أداء الميزان التجاري في الفترة من الفين واربعة عشر إلى الفين وواحد وعشرين أشار المركز الإعلامي إلى أن الميزان سجل تسعة وثلاثين مليار دولار وثمانية ملايين عام الفين وواحد وعشرين وواحداً واربعين ملياراً ومليون دولار عام الفين وعشرين وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة الصادرات بنسبة سبعة واربعين وثلاثة من عشر بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام الفين واثنين وعشرين مقارنة بشهور ذاتها من عام الفين وواحد وعشرين بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة ستة وثمانية من عشر بالمئة في الفترة ذاتها هكذا أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره وهود الدولة المصرية في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية